اكد اسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة نائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب ورياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية على أهمية الاستمرار في الأداء البطولي والتمثيل المشرف في دورة الألعاب الأولمبية الثانية والثلاثين في العاصمة اليابانية توكيو أولمبية توكيو 2020 مطالبا أبطال المنتخب الوطني لكرة اليد لمواصلة الجهود المشرفة لإحراز النتاج التي تليق بالمكانة المتميزة التي تحظى بها كرة اليد البحرينية أقليميا وقاريا وعالميا جاء ذلك لدى لقاء سموه بعضاء المنتخب الوطني لكرة اليد عبر تقنية الاتصال المرعي بحضور سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وسعادة سيد محمد حسن النصف المين العام للجنة الأولمبية البحرينية وفي بداية اللقاء نقل سموه لأبطال المنتخب الوطني لكرة اليد تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عهل البلاد المفدة حافظه الله وتمنيت جلالته لهم بالتوفيق فيما تبقى من منافسات دورة الألعاب الأولمبية وحرص واهتمام صاحب السمو الملكي ألمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء المقر لتهيئة الأجواء المناسبة لأعضاء المنتخب الوطني للتركيز فيما تبقى من منافسات كما نقل لهم تحيات سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ومتابعة سموه المستمرة لهم متمنيا لهم تحقيق أفضل النتائج والاستمرار في الأداء المشرف والحرص على رفع عالم مملكة البحرين كما حتى سموه أبطال اليد للاستمرار بالأداء المشرف والبطولي الذي يعكس روح العزيمة والإصرار لديهم في رفع عالم مملكة البحرين عاليا وضاف سموه عليكم الاستمتاع بالمنافسات الرياضية والمثابرة والانضباط والاستمرار بالروح التنافسية العالية والسعي للتأهل للمرحلة القادمة والتركيز فيما تبقى من منافسات دورة الألعاب الأولمبية كما أعرب سموه عن ثقته في قدرة أبطال اليد على الاستمرار في تمثيل المملكة بأفضل صورة حتى سموه الجميع أن يتقدموا بل أن يقدموا أفضل ما لديهم لتحقيق الأرقام القياسية وأفضل النتائج والمستويات والسعي للتأهل وبلغ دور الثمانية والذي سيعتبر إنجازا تاريخيا لكرة اليد البحرينية في دورة الألعاب الأولمبية متمنين للمنتخب التوفيق والنجاح فيما تبقى من منافسات دورة الألعاب الأولمبية وبدورهم مع عرب أعضاء المنتخب الوطني لكرة اليد عن بلغ شكرهم وتقديرهم لدعم سمو الشيخ خالد بن حمد وتحفيزه لهم متمنين بتحقيق أداء بطولي مميز ونتائج إيجابية لهم في المباريات القادمة أمام المنتخب الياباني يوم غد الجمعة